المحافظة على قطيعه عبر زراعة نبتة الأزولة لم تكن من عادة الفلاحين في تونس زراعتها ولا تقديمها إلى مواشيهم وجهنا برشة صعوبات نبتة هذه حاولنا نقص بها الكلفة هي تنقص الكلفة 60% على الفلاح يعني مثال تصرف في عشر شكاير باريكزون بل شعير كل شهر تولي تصرف أربعة كهو ستة شكاير ذلكم تعوضهم بالأزولة تتميز الأزولة بانخفاض تكلفة إنتاجها وتحتاج نحو ثمانية أيام فقط لزراعتها وجمعها تتوفر النبتة على ما يقارب عشرين إلى خمسين بالمئة من البروتيين المهم لعلف الدواجن والمواشي حلول يرى خبراء الزراعة أنها تحتاج دعم الدولة لمساعدة الفلاحين على تجاوز هذا الظرف ينتج الكيلو جرام الواحد من الأزولة حوالي 60 كيلو جراماً بعد عشرة أيام من زراعتها لتقدم بعد ذلك للمواشي والدواجن عبر خلطها بمكملات غذائية أخرى لا تحتاج هذه النبتة إلا أحواضاً من الماء وقطعة أرض صغيرة لتنمو يقول عدد من الفلاحين أنها توق نجاتهم لإنقاذ مواشيهم عبر التحكم في تكلفة العلف في ظل تراجع المساحات الزراعية وندرة الأعلاف التقليدية في السوق وارتفاع أسعارها علي الجسمي العربي محافظة الجسرين وسط غربي تونس